جزئية تانية ويمكن داخل فيها بقى الموضوع التوترات اللي موجودة في القرن الافريقي وكان فيه قمة أسمراء السلسية مصر والسومال وإريتريا وهذه القمة كان اتحدوا لمواجهة التوترات زي ما اتحدتكم في القرن الافريقي والموضوع ايضا اللي كان الفترة اللي فاتت كمان وانفصال ارض السومال ونحن عارفين ان مصر بتؤيد السومال في حقها في انه ما يحصلش اي انفصال لأي كتعة ارض منها واسيوبيا هي اللي بتدعم الانفصال فخلينا نشوف التقرير ده بيدينا فكرة شوية عن الامور اللي حصلة في منطقة القرن الافريقي والتوترات بين السومال واسيوبيا وان مصر وإريتريا مع السومال سمراء تجمع قادة مصر والسومال وإريتريا وسط اضطرابات في منطقة القرن الافريقي سواء لانتشار جماعات ارهابية او ظهور نزاعات انفصالية اعلان مصري صومالي جديد يتضمن اتفاقا على تمكين الجيش الصومالي للحفاظ على وحدة البلاد أو لحماية الحدود البحرية التي تشترك بمسافة طويلة مع اثيوبيا وكذلك الحدود البحرية على البحر الاحمر حيث تسعى اديسا بابا لإيجاد موطئ قدم لها هناك بالتعاون مع اقليم ارض الصومال الانفصالي الاعلان الجديد جاء بعد اقل من شهرين من اتهامات وجهها رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد لمصر بتقديم مساعدات عسكرية لصومال طرق لمستوى التدخل الخارجي وقال حينها ان مصر تزعزع الاستقرار بالقرن الافريقي اما الصومال فيتمسك بدور مصري كبير في قوات حفظ السلام الجديدة التي ستبدأ مهمتها بداية العام المقبل بعدما تدهورت علاقاتها مع اثيوبيا في اعقاب توقيعها اتفاقية مع ارض الصومال لاستخدام سواحله في اغراض تجارية وعسكرية اشتركوا في القناة